سباق التصريحات وحرب الكلام السياسي ما زال سيد الموقف بين إيران وخصومها الغربيين وعلى رأسهم واشنطن دون أن يتخذ المتخاصمون خطوات واقعية تقنع المشاهد بحقيقة هذا الخصام الذي يطفو على ساحات الإعلام مهلة الستين يوماً الممنوحة للدول الغربية بشأن الاتفاق النووي انتهت ومستوى تخصيب اليورانيوم ارتفع على مرحلتين ووصل مجمل الزيادة فيهما 5% كما أكدت وكالة الطاقة الذرية وكما أقرت إيران نفسها بهذا الأمر في تحدي واضح للإدارة الأمريكية ماذا ستفعل إيران بعد انتهاء المهلة؟ يقول مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي إن بلاده رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم بما يغطي احتياجات مفاعل بوشهر النووي بالإضافة إلى تفعيل العمل بمفاعل آراك لإنتاج المياه الثقيلة ويؤكد مضي بلاده في هذه السياسة ما لم يلتزم الأوروبيون بتعاهداتهم المتفق عليها عام 2015 عندما كانت واشنطن جزءاً من هذا الاتفاق تستمد طهران لهجتها الساخنة من حليفين اثنين ترى أنهما سند لها في أزمتها الخانقة روسيا والصين اللتان يقول عنهما مستشار خامنئي إن سلوكهما مبني على الصداقة لافتاً إلى أن الصين تواصل شراء النفط من إيران بالمقدار المتفق عليه بينها وبين وزارة النفط الإيرانية كما اعتبر أن المواقف الروسية مؤيدة لسياسة إيران في تقليص تعهداتها النووية على الضفة الأخرى لم يتأخر رد واشنطن الإعلامي على زيادة التخصيب الإيراني دعوة عاجلة أطلقها البيت الأبيض لاجتماع خاص مع وكالة الطاقة الذرية لمناقشة طرق التصدي للخروقات الإيرانية النووية لكن هذه الطرق بحسب مراقبين لن تشق بأدوات حادة تضرب في عمق تكوين النظام الإيراني ويستند المراقبون في استشرافهم هذا على استفزازات إيرانية أكبر بقيت أمامها واشنطن صامتة إلا من لغة التهديد والوعيد اشتركوا في القناة